موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد من خلال برنامج بين السطور نعرض أبرز المقالات والكاريكاتيرات التي تناولتها الصحف المحلية والعربية والعالمية مع قراءة فيما بين سطور هذه المقالات البداية من الصحافة المحلية ولكن بعد الفاصل موسيقى نقاش الصراع الإقليمي على الجبهات المختلفة لا يغيب عن صفحات البقالات والتحليلات في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الأردنية مقال كتبه الوزير السابق الدكتور صالح رشيدات حمل عنوان سعود الهيمنة الصهيونية هل يتكرر السيناريو الحروب الكبرى استحضر بها فترة الحرب العالمية الثانية ليعقد مقارنة وتشابها بين النهج العسكري والهيمنة الألمانية النازية والحاضر وما نراه اليوم من سياسات ونهج لهيمنة إسرائيلية يمينية ويقول الدكتور رشيدات اليوم نجد أن إسرائيل تتبنى عقيدة مشابهة في تطلعاتها التوسعية وسياساتها العسكرية حيث تستند إلى دعم عسكري غير محدود من الولايات المتحدة وتتبنى سياسة الهيمنة الإقليمية تحت غطاء ديني وتاريخي وكما كانت ألمانيا تعتقد في تفوقها الأرقي وقدرتها على فرض إيرادتها على الآخرين تمارس إسرائيل نهجا يشابه ذلك معتبرة نفسها فوق القانون الدولي ومعاهدات السلام ويتابع الكاتب بالقول إسرائيل التي ترتبط باتفاقيات سلام مع الفلسطينيين ودول عربية أخرى هدفت إلى إنهاء الاحتلال للأراضي العربية وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير تتصرف كما لو أن تلك الاتفاقيات غير موجودة فحملاتها العسكرية خاصة في غزة تستعدف المدنيين بشكل مباشر متجاهلة كل القوانين الإنسانية التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وهذا النهج يجعلنا نتساءل هل يمكن أن يعود العالم مرة أخرى إلى حالة من الفوضى العسكرية إذا لم تتخذ الدول الكبرى مواقف حاسمة؟ وينهي الدكتور صالح رشدات بالقول نحن أمام مرحلة حساسة في تاريخ المنطقة وما يحدث في غزة قد يكون بداية لصراع أوسع إذا لم يتخذ المجتمع الدولي قرارات حاسمة قد تكون هذه اللحظة هي الفرصة الأخيرة للعالم لإثبات أن العدالة والإنسانية ليستا مجرد الشعارات بل هي مبادئ أساسية يجب أن تحترم وتطبق الكاتب نضال منصور تناول في مقال آخر من صحيفة الغد جبهة الصراع الإسرائيلي الإيراني وجعل العنوان استفهاميا هل انتهت المواجهات بين إيران وإسرائيل؟ وحول المصلحة الأمريكية في ذلك يقول الكاتب تهديئة التصعيد العسكري هدف تسعى له الإدارة الأمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية والحزب الديمقراطي يواجه امتحانا عسيرا فهو منذ السابع من أكتوبر يفقد داعمه وكل يوم يمضي يصبح صورة أقرب للجمهوريين والدعوات في أمريكا لمعاقبته ووضع ورقة بيضاء من جمهور كان محسوبا عليه تتزايد فهو في ورطة لا يحصد عليها واندلاع حرب إقليمية قد تكون قاضية عليه ولهذا فهو يسعى بقوة لتطويق احتمالات توسع الحرب ولمزيد من القراءة فيما بين سطور المقالات لهذا اليوم معنا عبر الاتصال الهاتفية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود أستاذ عادل مرحبا بك بداية بذات عنوان المقال الأخير هل انتهت المواجهات بين إيران وإسرائيل؟ مساء الخير لك وليجميع المشاهدين الحرب هذه بتكفيك على المستوى ذلك بعد أن فشلت خطة الحرب الأولى في غزة أرجح أن الحرب التي حاليا تجري بين إيران وإسرائيل يصعب فيها قراءة خطوات التالية وهي ليست حرب سريعة خاطفة إنما خطوات تصعيدية المطلوب قراءة متعمقة لكل خطوة على أساس تأخذ الخطوات المطلوبة أرجح أن إيران سترد لأن باب الجبهة فتح لكن كما ذكرت لك ليست حرب فورية ليست حرب دول ليست حرب شاملة يعني ضربة ويتم يعني موضوع يعني تنفيذ الضربة الإسرائيلية ثم تلتحق بها ضربة إيرانية لكن القراءات البسيطة أن هناك أحدا ما خايف يعني بالعام إسرائيل أو أمريكا يعني لم ينفذوا بنك الأهداف التي أعلنتنا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية واضح يعني يخشون أن إيران تملك شيئا ما أو لا يردون التصعيد أحدهما أما إسرائيل أو أمريكا لكن إيران سترد وإذا كانت القيادة الإيرانية تقرأ الإشارات أنهم يجرون إيران إلى الحرب الأجدر بها تتوقف على الرد الإسرائيلي وتغلق هذا الباب لكن يجدون مخرج آخر كما اغتيال نصر الله وتمجر إيران إلى الحرب يجدون أيضا دريعة جديدة بحادث ما وروايتهم ومثلثلاتهم الأغتيالات التي تتفز إيران وتدفع إيران مجددا إلى الحرب بمعنى أرجح الضربة الإيرانية أقرب من الأولى الإيرانية على أثر إقياع النصر الله بمعنى لا تكون طويلة الأمد نعم ابقى معي أستاذ عادل محمود لنا وقفة أخرى فيما بين السطور وإلى خلدون غريبة من صحيفة الرأي وهذا الرسم الكاريكاتيري حول إرهاب نتنياه نتابع التصعيد في الشرق الأوسط إضافة إلى مفاوضات الهدنة في الدوحة وتصريحات الرئيس المصري بمقترح اليومين وقراءات في قمة بريكس في قازان في روسيا من بين المواضيع التي تناولتها الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم الكاتب حمز عليجان في مقالة له في صحيفة الجريد الكويتية تحت عنوان كمال الحرب فن كذلك للسلام فن آخر جاء فيها التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان عبارة وردت على لسان أكثر من قائد وزعيم عربي والواقع يقول لنا أن التاريخ يكتبه المنتصرون بغض النظر عن أخلاقياتهم أو مبادئهم فثم تمن رفع شعار السلام مقابل السلام وهو شعار زائف قالوا فيه نمنحكم السلام مقابل أن تنسوا الأرض والحقوق يتابع حمز عليان بالقول في عالمنا العربي طرحت فكرة السلام بشكل مشوه وفصلت على مقاس المنتصر والقوي وإن كانت الحروب لم تفارقنا منذ زمن طويل بل يمكن القول إن المنطقة حبلة بالحروب والقتل والتدمير والتهجير فمن ينشد السلام لا بد أنه ذاق طعم الموت والحرب والدمار هذه حال الأمم التي عانت من جراء العنف والقتل ويتناول في ختام مقاله كتاب فن السلام لمورياهاي أوشيبة فيقول كتاب فن السلام لمورياهاي أوشيبة يطلقون عليه وصف رسول فن السلام والكتاب في مطبوره يحاكي ما يحدث في منطقتنا العربية ويأخذه إلى مقولة مأثورة للمعلم أوشيبة يقول فيها إن صوتك سلاح بالغ القوة عندما تكون متناغما مع النفس الكوني للسماء والأرض وقول آخر وأخير يقتطفه من الكتاب الحياة هدية إلهية عندما تنتصر الحياة يكون الميلاد وعندما تخسر يحدث الموت فالمحارب في اجتباك دائم في صراع الحياة والموت من أجل تحقيق السلام بالعودة إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود أستاذ عادل مباحثات من جديد في الدوحة ربما بصيغة هدنة قصيرة لا تتجاوز اليومين ما المصلحة من هذه الهدنة بهذه الصيغة للطرفين وهل ستمهد إلى طريق أطول برأيك شوفنا تحدث ببساطة لا إسرائيل ولا حماس من أوصلت البوضات اليوم الولايات الساحل الأمريكية من فلات جولة الدينكين حاولت يدفع إلى الطرفين لتناغي ما يسمى خرق تجزئة الهدنة أولا لمصلحة أمريكية للديمقراطيين ثانيا لمصلحة أمريكية للصعيد التصعيد في المنطقة تريد إغلاق ملف غزة مستهلك عسكريا ويعتبر الآن في قيم العسكري الإسرائيلي مرتبة ثانوية لكن هل نتنياهو أو حماس الروس الحامي في كل الطرفين يتقطون الإشارة أو الضغطات الأمريكية لفتح خرق في هذه المقاوضات من الممكن الحكم ناس تنجح يومين ماذا يفعلوا؟ هذا من الناحية العملية للناس والمساعدات أرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهم في الوقت الضائع على الأقل تنتزع أمام الرأي العام الداخلي كما ذكرنا مصلحة أمريكية أن يكون هناك موضوع تفتيك ملف غزة والذهاب إلى التفرغ كامل لإسرائيل وأمريكا للمواجهة مع إيران لبنان يعني العراق سوريا اليمن هذه الملفات يجب التفرغ لها عسكريا وسياسيا بمعنى أرجح أنا ربما ترى النور تجزئة الهدنة للوصول كما يقول إلى هدنة طويلة الأمد لكن هذا جس نبض أيضا للقيادة الموحدة لحماس التي حتى لا يسجل على أي رئيس أن أوافق على هدنة مؤقتة أو تجزئة للحل لكن الأهم والإسرائيلين يريدون ذلك هذا أهم من الولايات المتحدة الأمريكية وحماس أشكرك الكاتب والمخلل السياسي عادل محمود كنت معا على الهواء مباشرة شكرا لك وإلى صحيفة القدس العربي ومنها نطال الكاريكاتير التالي حول خطة الجنرالات بهذا الرأس ركزت صحف عالمية اهتمامها على عملية إسرائيل المتواصلة على شمال قطاع غزة وما أفرزته من أزمة إنسانية غير مسبوقة وانتخابات أمريكا 2024 الأكثر تقاربا في الذاكرة الحديثة إضافة إلى مناقشات داخلية في إيران حول كيفية الرد على هجوم إسرائيل الضعيف وبهذا الموضوع تحت عنوان إيران تسخر من الهجمات الإسرائيلية الضعيفة بينما يدعو المتشددون إلى الانتقام ألقت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في تحليل لها الضوء على تقليل الحكومة الإيرانية من حجم وفعالية الهجوم الإسرائيلي على مواقعها العسكرية وقالت إنه رغم ذلك أصر المتشددون في البرلمان على أن الضربات انتهكت الخطوط الحمراء الإيرانية وتتطلب ردا سريعا ويفضل أن يكون ذلك في وقت حيث تتورط إسرائيل بالفعل في لبنان وغزة تتابع الصحيفة بالقول إن المناقشة الداخلية الإيرانية حول كيفية الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي طال انتظاره تدور حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع خرق إسرائيل السيادة الوطنية الإيرانية باعتباره خطيرا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله أو بدلا من ذلك الاستماع إلى النصيحة القادمة من المنطقة ومن الولايات المتحدة بالاعتراف بالطبيعة المحدودة نسبيا للهجوم والتراجع عن حافة الهاوية من خلال عدم شن أعمال انتقامية وفي اتخاذ قرارها سوف تضطر النخبة السياسية الإيرانية إلى الموازنة بين الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية المتضاربة ولكن النبرة الأولية من جانب الحكومة كانت نبرة فخر وطني بأداء الدفاعات الجوية بدلا من الدعوات إلى الانتقام الفوري حتى أن البعض زعم أن الدفاعات الجوية أثبتت أنها أفضل من القبة الحديدية الإسرائيلية الكاتب ماكس بوت في مقاله عبر صحيفة واشنطن بوست بعنوان إسرائيل ترد على إيران والشرق الأوسط في أقصى درجات الخطر أشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تهديئة الموقف عبر اتصالات دبلوماسية مكثفة إذ حفت إدارة بايدن أن جانبين على تجنب التصعيد مع ضغطها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لعدم استهداف المنشآت النبوية والنفطية الإيرانية تجنبا لردود قد تشبل إغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد الأمريكية والمنشآت النفطية لحلفاء واشنطن في المنطقة وأضاف بالقول أن الأزمة الحالية تثير قلقا متزايدا في الأوساط العربية التي ترى في تصاعد العداء تهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها خاصة أن بعض الدول العربية قد تصبح هدفا في حال توسع نطاق الصراء الكاريكاتير لجاري فارفل من صحيفة الواشنطن تايمز نتابع ختموا هذه الحلقة مما بين الصدور أشكركم على كرم المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة